تسابق إدارة المستشفى الجهوي بقبس الزمن لتجهيز وحدة الإنعاش بقسم كورونا تحسبا من تطور الحالة الوبائية بالجهة النقص في التجهيزات معناه كبير برشا وتعرف معناه التنفس الاصطناعي على المستوى العالمي مش موجودة لكن على مستوى المستشفى الجهوي بقبس حقيقة معناه نعانو صعوبة كبيرة تطرينا معناه أن نتسلفوا عدد أربع آلات التنفس الاصطناعي زوز من مساحة خاصة وزوز من الجهة الصحية بالحامة قسم الكورونا بدأ يشتغل بالمستشفى الجهوي بقبس والدليل نحن قاعدين نأخذ في الحالات المشتبه فيها والحالات التي جاء كونفيرمي هذه الوحدة تشتمل على 19 سريرا للإنعاش متأتية من تبرعات أبناء ولاية قبس وتتطلب التجهيز بآلات للتنفس الاصطناعي السرة والتي عددها 14 سرير إنعاش مشكورة مؤسسة لخيرية التي تبرعت بهم وعندنا عدد خمسة أسرة أخرى ذلك كيف شخص خاص قسم الكورونا بالمستشفى الجهوي بقبس ورغم نقص التجهيزات حقق نتائج مشجعة بفضل كفاءة الإطار الطبي الذي يشرف عليه الحمد لله كان فما نجاح ديجا حتى فما للجرياء أو الواحد اللي قد عنا وكونفيرمي اللي هو بوزيتيف اخرج الحمد لله لباس عاديك تحاليل ومعناتها جاء وعنا زوز تحاليل بعد ما كمننا الدواء نيجاتيف وديجا رجع للجزيرة وحتى الحالات اللي اخذيناهم من دخيل التوجين ما كانتش حالات دونك خطيرة برشا وكيف كيف حتى هما قاعدين يتمثلوا للشفاء مشغولين برشا بش شوية خاطر على 19 سرير عندنا كان أربع آلات التنفس الصناعي في المستشفى الجهوي بقبس الكل يأمل في مساعدة وزارة الصحة لهذه المؤسسة لسد النقص الحاصل فيها على مستوى التجهيزات الطبية